بسم الله الرحمن الرحيم لاستخدام برنامج الوبناركة مقدم تظهر الشاشة التي أمامك لديك هنا السهم لإخفاء الشريط تضع بهذا الشكل في الجانب لديك هنا الصوت كتم الصوت أو فتح الصوت كذلك هنا الكاميرا هنا عرض الشاشة أو إغلاقها هنا تحكم بالماوس نأتي هنا هذا مستوى الصوت لديك هنا مشاركة الشاشة أي ملف يكون مفتوح لديك هنا يعرض هنا مشاركة كامل الشو مشاركة كامل الشاشة أو مشاركة تطبيق موجود لديك يكون عندك العرض جاهز مفتوح عرضك البوربوينت يظهر هنا هنا عبارة عن إغلاق أو إقفال للإقفال التي هي الشاشة المعروضة ترجع مرة ثانية تستطيع أنك تعرض الشاشة من هذه الخانة لما تبغى تبدأ في برنامجك أنت كمقدم تضغط على ستارت بودكاست الذي يبدأ في تسجيل الدورة التدريبية نجي هنا عند الكاميرا تريد تشغيل الكاميرا أو إغلاقها من هذه الخانة أو من هذه الخانة هذا عبارة عن مستوى اللي هو الصوت لديك الكمبيوتر أو السماعات الهد ممكن الآن الصوت مكتوم ميوت طيب هذا لدينا الـ dashboard لا يوجد أي شيء هذه أهم خانة اللي فيها عدد الحضور هنا المشاركين وهنا الـ staff اللي هم المنظمين للبرنامج و المقدمين لاحظة لدينا منظمين اثنين منظمين و مقدم للبرنامج العدد اللي لما يكون فيه مشاركين بيظهر العدد هنا نجي عند أهم نقطة طبعا هنا هذه الشات هذه عبارة عن خانة للمحادثة ما بين المدرب والجمهور أو المشاركي هنا أما الأسئلة أو المشاركة تظهر ترسلها للجميع باختيار هذه الخاصية أو ترسلها للمنظم فقط أو المنظم و المقدم العرض أو ترسلها لشخص معين بحد ذاته هنا التدريب القنفذة منظم أرسله هذه الرسالة أو لجميع الأسطاف الموجودين عندي فأنا عشان أرسل محادثة للمشاركين أختار الخيار الأول وال وأرسل الرسالة هذا بالنسبة للشات عندنا هنا الأسئلة أضغط على هذا السهم الأعلى تظهر لي تتكبر الشاشة بهذا الشكل هنا أشاهد الاستفسارات وأسئلة المشاركين لعرض كامل الأسئلة أضغط الشيل المؤشر هنا تظهر لي كامل الأسئلة هذا الخانة لا أستطيع أن أكتب فيها فقط أنا أشاهد الأسئلة هنا وأرد عليها صوتية إذا حبيت أني أرد كتابيا أرد من خانة من خانة الشات أرد هنا من خانة الشات السلام عليكم أضغط يصل للجميع أبغى مثلا المنظم فقط أو المنظمين فقط تصل فقط للمنظمين خاصة هذا الرسالة هذا بالنسبة للمقدم أهم جزئية لديك كمقدم في البرنامج هي التحكم بالصوت ما تمكن عندك الشوشرة أو الضوضاء أو لديك أي طارق تكتم الصوت من هذه الخانة أو تشغل الصوت أثناء ألعب هذه الكاميرا إذا حبيت تشغل الكاميرا أو لا هنا العرض الخاص فيك عرض الشاشة أو إغلاقها إقاف إذن أهم نقطتين لديك هي مشاركة الشاشة مشاركة الشاشة تستطيع مشاركة الشاشة كاملة جميع سطح المكتب ما يعرض على سطح المكتب أو برنامج محدد محدد التي هي Just a window يعني شاشة محددة مثلا البوربوينت لما فتحنا الآن برنامج البوربوينت يظهر البرنامج لدينا هنا أو برنامج الورد فأنت كمقدم ممكن تفتح أكثر من برنامج لاستخدامه أثناء تدريبك فبدل ما تستخدم تعرض الشاشة سطح المكتب كامل الخاص فيك تعرض شاشة معينة زي ما تلاحظون هنا عرض البرنامج البوربوينت لما يشتغل هذا هو برنامج الورد عرض برنامج الورد المشاركين الذين معي لا يلاحظوا انتقالي لا يلاحظ انتقالي البرنامج الورد إلى برنامج البوربوينت لو كنت مشارك الكامل الشاشة فهما يلاحظون الآن يلاحظون أني أضغط على أشغل برنامج الورد وأشغل برنامج البوربوينت لكن بـ هذه الحركة بهذا الخاصية أحجب على المشاركين أن يشوفوا أي شي خاص فيني على سطح المكتب إذن هذه هم نقطتين أنت كمدرب اللي هو عرض الشاشة أتأكد أولا من الصوت أنه في وضعه الأخضر لهذا الشكل كما تسمعون الرقم الثنين هو الشيرنج هي بتكون عندك في البداية بهذا الشكل نضغط على السهم الأبيض الصغير ينسدل للأسفل وأبدأ من السهم الأسفل هذا أختار الشيء اللي أنا أبغى أشاركه مع الجمهور مع المشاركين مع الحضور النقطة الثانية هذه هي الأسئلة أضغط على الأسئلة ممكن أكبرها أكبر الأسئلة هكذا بالسهمة للأعلى أكبر لدي الأسئلة أشاهد الأسئلة الجمهور في هذه الخانة وأرد عليها صوتيا إذا حبيت إني أصغر بهذا الشكل إذا حبيت إني أكتب لهم في الشات أكتب لهم محادثة أكتب لهم كتابة النص أو رابط مثلا رابط رابط موقع ما أو أي شيء أستخدمه أنا في التدريب فأرتكتب الرابط في هذه الخانة وأرسله للجميع ألاحظ أو أنتبه أنه يرسل للكل هذا كل ما يمكن شرحه في برنامج الوبنار هي للمدرب ثلاث نقاط مهمة التأكد من الصوت يعمل أو لا النقطة الثانية مشاركة الشاشة لدى المشاركين مشاركتهم أي شاشة أو أي جزء تبقى تشاركه تختار فقط شاشة أو كامل الشاشة الخاصة فيك لو تبقى توقف الشاشة توقف الشاشة من هذه الخانة أو توقفها من هنا أشارك الآن الشاشة هذه ستستطيع إيقافها من هذه الخانة الشيء الثاني إذا الشيء الثالث هذا واحد اثنين المشاركة ثلاث الأسئلة الأسئلة نعرض الأسئلة من هنا واستطيع الرد من خانة المحادثة شكرا لكم كان معكم موسى الشيخي مشرف تدريب بتعليم القنفذة ترجمة نانسي قنفذة